استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية أسيد برونو دانس وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي أشهد بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل مؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية كما استعرض الرئيس سيسي في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة من جانبه أعرب نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي وثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة مشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا لرقابة المالية والمحاسبة في البلدين خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة ذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة اشتركوا في القناة